السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفد مرحبا بكم في تطبيقات خاصة بضرس إعراب المثنى إذن أولا سنتعرف على صياغة المثنى إذن مثلا نأخذ كلمة كتاب إذن كتاب هدفي المفرد لو أردنا أن نصوغ منها المثنى فيكون إما بزيادة ألف ونون مكسورة هكذا فنقول كتابان أو بزيادة ياء ونون إذن كتابان أو كتابين نضيف ياء ساكنة ونون مكسورة هكذا وعندما نضيف الألف والنون فالمثنى هنا يكون في حالة الرفع موقع أعراب خاص بالرفع ثم عندما نضيف ياء ساكنة ونون فالمثنى هنا يكون في حالة النصب والجر لماذا؟ لأن المثنى فهو يرفع بالألف وينصب ويجر بألياء إذن في هذا الفيديو سنتعرف أكثر على إعراب المثنى إذن نبدأ على بركة الله بالنشاط الأول إذن المطلوب مننا أتم مملأ الجدول إذن لدينا أسماء في المفرد هنا مطلوب مننا الإسم المثنى في حالة الرفع قلنا في الرفع نضيف آلف ونون مثلا عجلة سنقول في المثنى عجلتاني عجلتاني إذن أضفنا آلف ونون والمثنى هنا سيكون مرفوعا بالآلف أما في حالة النصب والجر كما رأينا في المثل السابق سنقول عجلتيني عجلتيني والمثنى هنا سيكون منصوبا أو مجرورا بالياء ثم حاسبة إذن في الرفع بالآلف سنقول حاسبتاني ثم في النصب والجر سنقول حاسبتيني ولهذا فكما قلنا المثنى هنا مرفوع بالآلف وهنا منصوب أو مجرور بالياء ثم زيّن إذن زيّن في المثنى في حالة الرفع سنقول زيّاني إذن زيّاني إذن هنا المثنى مرفوع بالآلف وفي حالة النصب والجر سنقول زيّيني زيّيني هكذا وسيكون منصوبا أو مجرورا بالياء الآن نشاط الموالي لدينا أحول إلى المثنى لدينا الجملة الأولى هذا الصانع بارع إذن هذه الجملة سنحولها إلى المثنى إذن سنقول هاذاني هاذاني الصانعاني بارعاني ثم طوّر الحرفيّ المنتجة إذن هنا نحولها المثنى سنقول طوّر إذن الحرفيّ غنحولها المثنى غتقول لنا الحرفيّاني إذن مرفوع بالآلف لأنه مثنى طوّر ماذا المنتجة إذن المنتجة هنا منصوب نفعل به منصوب حتى في المثنى غدين رجعوه منصوب غيكون منصوب بالياء لذلك غنقوله المنتجيني المنتجيني إذن هنا قلنا الحرفيّاني فاعل مرفوع بالآلف لأن المثنى يرفع بالآلف وهنا المنتجين هذا مفعل به منصوب بالياء لأن المثنى ينصب بالياء ثم حطّت الطائرة في المدراجي إذن هنا سنقول مثلا سنقول حطّتي إذن الطائرة المثنى ديالها الطائرتاني مرفوعة بالآلف لأنها فاعل في المدرجيني المدرجيني مجرورة بالياء قبل منها حرف جر لهو في في المدرجيني هكذا ثم السؤال الثالث المطلوب أملأ الترصيمة بالجملة المناسبة إذن نبغينا الجملة فيها فعل وفاعل مثنى ونفعل به يكون مثنى إذن الفاعل في المثنى غيكون مرفوع بالآلف ونفعل به في المثنى غيكون مجرور أو منصوب عفوا منصوب بالياء إذن مثلا غنقوله صنع صنع العالمان صنع العالمان دوائيني إذن دوائيني هذا مثنى منصوب بالياء جملة أخرى مثلا إذن ابتكر المخترعاني ابتكر المخترعاني إذن هذا فاعل مرفوع بالآلف ونفعل به منصوب بالياء غنقوله ابتكر المخترعاني آلتيني إذن آلتيني هذا نفعل به منصوب بالياء جملة ثالثة مثلا سنقول صنع البلداني أو أو عفوا نقوله اكتشف 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 الطبيباني علاجيني الطبيباني علاجيني علاجيني إذن علاجيني هذا أكتشف آلتين منصوب بالياء دوائين أكتشف ثم العالماني المخترعان مرفوع بالألف الطبيبان فاعلون مرفوعون بالالف رابعا اتموا الاعراب اذا لدينا ابتكر المهندسان آلتين غير للاشارة هذه الجملة رما اكتشفتها وصوبت هنا واحد الجملة كتشبه لها ابتكر المخترعان آلتين ايباش ما نديروش جملة هنا كتشبه لهذه اللي هنا نبدله مثلا غان نديرو جملة اخرى مثلا غان نديرو ابتكر او او نديرو صنع البلدان صنع البلدان طائرتين الى غير ذلك اذا اتموا الاعراب ابتكر المهندسان آلتين اذا ابتكر هذا فعل ماض مبني على الفتح المهندسان هدى فاعل كيف هو مرفوع وعلامة رفعه ماذا وعلامة رفعه الالف لانه مثنى ثم آلتين آلتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه ما هي الالف او عفو الياء لانه مثنى انتهى شكرا لكم وإلى اللقاء